زيادة معدلات التصدير هدف وضعته القيادة السياسية نصب أعينها منذ توليها مقاليد الأمور ذلك لأنها من أهم ركائز الاقتصاد القومية وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وقد شهد قطاع التصدير في العقد الأخير تفرثا غير مزوقة تمت من خلالها إزالة المعقات أمام الصادرات وتحسن جودة المنتج المصري ورفع القدرة التنفسية للمنتج في السوق العالمي طفرة غير مسبوقة حققتها مصر في قطاع التصدير خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت الإرادة المصرية في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة أمام الصادرات وهو ما ساهم في النفاذ للمزيد من الأسواق الدولية خلال السنوات التسع الماضية تمكنت جهود الدولة من تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة وإزالة العديد من المعوقات أمام الصادرات كما عملت على تحسين جودة المنتج المصري ورفع القدرة التنفسية له في الأسواق الخارجية قيمة صادرات مصر زادت بمعدلات كبيرة لتسجل رقما تاريخيا وصل إلى 51 مليار وستمائة مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليار وستمائة مليون دولار خلال عام 2014 وفيما يخص وضع التجارة الخارجية خلال عام 2022 كان التغير النسبي في قيمة الصادرات أعلى من التغير النسبي في قيمة الواردات حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 87% مقارنة بعام 2014 بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 27.7% وبالنسبة لأبرز السلع التي تم تصديرها عام 2022 مقارنة بعام 2014 فقد زادت صادرات الوقود بنسبة 190% وارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 312% كما زادت صادرات اللدائن بنسبة 55% في المقابل حدث تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تدخل في متطلبات التصنيع المحلي وحول جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ عامي 2013-2014 حتى ديسمبر 2022 إلى نحو 55 ملياراً وأربعمائة مليون جنيه وذلك لأكثر من 2709 شركات وبشان جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية فإن مصر انضمت لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الميركسور وبدأت مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي إضافة إلى توقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا وتطبيق قوائد المنشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو 2020 كل ذلك انعكس على تحسن ترتيب مصر في المواشرات الدولية للتجارة كما تقدمت مصر أربعة مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم حيث احتلت المركز الحادي وستين عام 2021 مقارنة بالمركز الخامس وستين عام 2014 وهكذا حققها قطاع الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية باعتبارهما من الدعائم الأساسية لاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر اشتركوا في القناة